السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أصدقائي في نص وظيفي جديد بعنوان البعد الإفريقي في الحضارة الإنسانية ذلك العادة نبدأ مع ألاحظ وأتوقع أبين موقع إفريقيا جغرافيا إذا نتحدث عن موقع إفريقيا جغرافيا ونحدده الجواب نقول تتموقع القارة الإفريقية في الوسط بين قارات العالم يحدها من الجهة الشمالية البحر الأبيض المتوسط ومن الجهة الغربية المحيط الأطلسي ومن الجهة الشرقية قناة السويس والبحر الأحمر ومن الجهة الجنوبية المحيط الهادي هذا هو تموقع القارة الإفريقية بالنسبة للعالم إذا موقعها الجغرافي نمر إلى أقرأ العنوان وأتوقع تأثير إفريقيا في الحضارة الإنسانية الجواب من خلال العنوان أتوقع أن الثقافة الإفريقية لها تأثير عميق في الحضارة الإنسانية ننتقل إلى أتأمل الصور وأتوقع علاقتها بعنوان النص إذن هذه الصور ثلاثة التي لدينا هي صور لأقنعة والعنوان هو البعد الإفريقي في الحضارة الإنسانية إذن نجيب نقول علاقة الصور بعنوان النص هي علاقة تكامل فالصور تعبر عن أقنعة تتميز بألوانها وتنوعها ولها حضور بارز في الثقافة الإفريقية ننتقل الآن إلى أقرأ النص من أهم ما يميز الناس عن بعضهم بعضا في إطار الحضارة التي ينتمون إليها التقاليد والعادات التي استطاعوا ترصيخ أسسها على امتداد قرون من الزمان إلى درجة أن تلك العادات والتقاليد تصبح علامة مميزة لتلك الحضارة تجعل أهلها متصفين بالصفات والسلوكات لا توجد عند غيرهم وتعتبر الثقافة القناع بألوانها الدافئة والكثيرة من أبرز ما يميز الثقافة الإفريقية في عمقها فالقناع كان ولا يزال وعلى امتداد حقب مغلة في القدم أهم عناصر الفن والإبداع التي ابتكرها الإنسان الإفريقي وعاش بها وعبر من خلالها عن حاجاته بل إن ثقافة القناع كان لها الأثر الأكبر والواضح في أشهر الأعمال الفنية التشكيلية منها بصفة خاصة كما هو الحال لدى المدرسة التعبيرية والمدرسة التكعيبية التي ينتمي إليها الرصام الإسباني الشهير طابلو بيكاسو كما كان لثقافة القناع الإفريقية الفضل الكبير في إغناء عروض الكرنفال والاحتفالات الشعبية المختلفة في بلدان وسط القارة الأمريكية وجنوبها والجدير بالذكر في هذا الصدد أن الحضارة الإفريقية التي تميزت بكثير من الغنى والتنوع سواء على مستوى اللغات أو الأنواع الموسيقية أو الألبسة والأدوات والعادات والتقاليد تشتمل على عدد من الأقنعة المختلفة التي تعبر عن صور الحياة التي عاشها ويعيشها الإنسان الإفريقي وترتبط الأقنعة في الحضارة الإفريقية ارتباطا كبيرا بالحيوان الذي يعتبر رمزا لبعض الحالات والصفات التي يعبر عنها كل مجتمع بطريقته الخاصة ومن نماذج الأقنعة التي اتخذت صورة الحيوان قناع الجاموس الذي يرمز إلى القوة بالإضافة إلى أقنعة أخرى في شكل سقور وتماسيح وضباء وغيرها ومن هذه الأقنعة المتنوعة ما يرمز إلى النمو المزدهل للمزروعات التي اهتم بها الإنسان الإفريقي ثم توجد أقنعة تم فيها الجمع بين السمات البشرية والسمات الحيوانية أما الأقنعة المرتبطة بأماكن وجود الماء وهو المطلب العزيز في كثير من أرجاء القارة الإفريقية فغالبا ما تأخذ شكلا ماديا تجسده الحشرات أو الطيور التي تعيش جنب الأحواض والبرك المائية إن تنوع الأقنعة وكثرتها في التقافة الإفريقية شائع في جنوب القارة كما في وسطها وغربها وشرقها وشمالها كان ولا يزال شكلا من الأشكال التعبيرية التي وظفها الإنسان الإفريقي للتعبير عن حاجاته والتواصل مع محيطه بالإضافة إلى استعمالها وسيلة لاستحضار الأرواح الخفية والتواصل معها وهذا ما جعل هذه الأقنعة تكتسب شهرة عالمية كبيرة لدى الفنانين التشكيليين في مختلف بقاع العالم ننتقل الآن إلى أقرأ وأفهم منمي معجمي اللغوي إذن نبدأ مع أبحث عن شبكة مفردات الكلمة قناع إذن يمكننا أن نستعين ببعض الكلمات الواردة في النص والتي لها علاقة بشبكة مفردات كلمة قناع إذن بالنسبة للجواب نقول كرنفال مسرح سرك تمثيل استعراض احتفال ننتقل الآن إلى أبحث في معجم اللغوي عن معنى كرنفال إذن كرنفال واستعراض شعبي أو احتفال أو مسيرة رقص وغناء وعروض مصرحية يجمع بين السرك والاحتفالات التي تجوب الشوارع نمر إلى أبحث في أحد القواميس عن معنى ابتكار ابتكار معناها اخترع بمعنى أنشأه أو ابتدع شيئا غير مسبوق إليه إذن هذا هو المعنى اللغوي لكلمة كرنفال وكذلك ابتكار ننتقل الآن إلى أفهم نبدأ مع ما الذي يميز الناس عن بعضهم بعضا الجواب الذي يميز الناس عن بعضهم البعض هي التقاليد والعادات التي استطاع ترصيخ أسسها على امتداد قرون من الزمن ننتقل إلى ما أبرز ما تتميز به الثقافة الإفريقية الجواب من أبرز ما تتميز به الثقافة الإفريقية هي ثقافة القناع بطبيعة الحال ننتقل إلى فيما ظهر تأثير القناع في الفن التشكيلي الجواب ظهر تأثير القناع في الفن التشكيلي في أعمال فنية شهيرة له وندكر بالخصوص المدرسة التعبيرية والمدرسة التكعيبية ننتقل إلى بما ارتبط القناع في الحضارة الإفريقية الجواب ارتبط القناع في الحضارة الإفريقية بالحيوان الذي يعتبر رمزا لبعض الحالات والصفات التي يعبر عنها كل مجتمع آن نمر إلى أفكر إلى ما ترمز الأقنعة في الحضارة الإفريقية ننترمز الأقنعة في الحضارة الإفريقية لرموز متنوعة فمنها ما يرمز إلى النمو المزهر للمزرعات ومنها ما تم فيه الجمع بين السمات البشرية والسمات الحيوانية وهناك أقنعة مرتبطة بأماكن وجود الماء نمر إلى يرتبط القناع الإفريقي بالبيئة ارتباطا وثيقا أوضح ذلك الجواب ارتباط القناع الإفريقي بالبيئة يتجسد في التعبير عن مكونات البيئة برموز كاتخاذ الحشارات والطيور شكلا ماديا للتعبير عن الماء مثلا نمر إلى تتميز مدينة الصويرة بمهرجان موسيقي عالمي يعبر عن الحضارة المغربية الإفريقية أتحدث عنه لنقول تنظم مدينة الصويرة كل سنة مهرجان جناوى الذي يعبر عن الحضارة المغربية الإفريقية من خلال الموسيقى التي تستمد ألحانها وإقاعاتها من القارة الإفريقية نمر الآن إلى أقرأ وأحلل ما الفكرة المحورية التي يدور حولها النص دان هنا نستخرج أو نقوم بالسياغة الفكرة المحورية التي يدور حولها النص جواب الفكرة المحورية التي يدور حولها النص هي ثقافة القناع الإفريقي واعتباره شكلا من أشكال الحضارة الإفريقية نمر إلى أحدد فكرة الفقرة الخامسة دا الفقرة الخامسة من النص نضع لها فكرتها الأساسية نقول فكرة الفقرة الخامسة من النص هي ارتباط الأقنعة الإفريقية بأشكال الحيوان للتعبير عن البيئة نمر إلى أستخرج من النص جملة إخبارية دان سنضع جملة إخبارية من النص جملة إخبارية التي نختارها هي والمدرسة التكعيبية التي ينتمي إليها الرصام الإسباني الشهير بابلو بيكاسو دان هذه جملة إخبارية وردت في النص أخيرا في أحلل أبدي رأيي في قول الكاتب تتميز الحضارة الإفريقية بكثير من الغناء والتنوع الجواب نقول أتفق مع قول الكاتب لأن الحضارة الإفريقية تتميز بالكثير من الغناء والتنوع فالقارة الإفريقية بها العديد من الدول والشعوب التي لها تقاليد وعادات عريقة رأينا ورأي متفق مع قولة الكاتب ننتقل الآن إلى أركب أستعين بأسئلة الفهم لألخص النص شفهيا ثم كتابة الأسئلة الفهم التي أجبنا عليها نستعين بها من أجل تلخيص النص نضع تلخيصا للنص نقول يتحدث النص عن عمق الحضارة الإفريقية وأبعادها في الحضارة والطرات الإنساني من خلال أبرز ما تتميز به وهو القناع الإفريقي أو تقافة القناع الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بالحيوان ورمز لأشياء عديدة نمر إلى أستخرج القيام الموجودة في النص إذا القيم الموجودة في النص هي الانتماء والإبداع هذه قيم نستخلصها من هذا النص إذا وفي الختام أعزاء التلاميذ أترككم في أمان الله وإلى اللقاء في نص وظيفي آخر وكالعادة سأعيد قراءة النص لكم مرة أخرى حتى تستطيعوا استعابه بشكل جيد من أهم ما يميز الناس عن بعضهم بعضا في إطار الحضارة التي ينتمون إليها التقاليد والعادات التي استطاعوا ترصيخ أسسها على امتداد قرون من الزمان إلى درجة أن تلك العادات والتقاليد تصبح علامة مميزة لتلك الحضارة تجعل أهلها متصفين بالصفات والسلوكات لا توجد عند غيرهم وتعتبر ثقافة القناع بألوانها الدافئة والكثيرة من أبرز ما يميز الثقافة الإفريقية في عمقها فالقناع كان ولا يزال وعلى امتداد حقب مغلة في القدم أهم عناصر الفن والإبداع التي ابتكرها الإنسان الإفريقي وعاش بها وعبر من خلالها عن حاجاته بل إن ثقافة القناع كان لها الأثر الأكبر والواضح في أشهر الأعمال الفنية التشكيلية منها بصفة خاصة كما هو الحال لدى المدرسة التعبيرية والمدرسة التكعيبية التي ينتمي إليها الرصام الإسباني الشهير طابلو بيكاسو كما كان لثقافة القناع الإفريقية الفضل الكبير في إغناء عروض الكرنفال والاحتفالات الشعبية المختلفة في بلدان وسط القارة الأمريكية وجنوبها والجدير بالذكر في هذا الصدد أن الحضارة الإفريقية التي تميزت بكثير من الغنى والتنوع سواء على المستوى اللغات أو الأنواع الموسيقية أو الألبسة والأدوات والعادات والتقاليد تشتمل على عدد من الأقنعة المختلفة التي تعبر عن صور الحياة التي عاشها ويعيشها الإنسان الإفريقي وترتبط الأقنعة في الحضارة الإفريقية ارتباطا كبيرا بالحيوان الذي يعتبر رمزا لبعض الحالات والصفات التي يعبر عنها كل مجتمع بطريقته الخاصة ومن نماذج الأقنعة التي اتخذت صورة الحيوان قناع الجاموس الذي يرمز إلى القوة بالإضافة إلى أقنعة أخرى في شكل سقور وتماسيح وضباء وغيرها ومن هذه الأقنعة المتنوعة ما يرمز إلى النمو المزدهل للمزرعات التي اهتم بها الإنسان الإفريقي كما توجد أقنعة تم فيها الجمع بين السمات البشرية والسمات الحيوانية أما الأقنعة المرتبطة بأماكن وجود الماء وهو المطلب العزيز في كثير من أرجاء القارة الإفريقية فغالبا ما تأخذ شكلا ماديا تجسده الحشرات أو الطيور التي تعيش جنب الأحواض والبرك المائية إن تنوع الأقنعة وكثرتها في التقافة الإفريقية شائع في جنوب القارة كما في وسطها وغربها وشرقها وشمالها كان ولا يزال شكلا من الأشكال التعبيرية التي وظفها الإنسان الإفريقي للتعبير عن حاجاته والتواصل مع محيطه بالإضافة إلى استعمالها وسيلة لاستحضار الأرواح الخفية والتواصل معها وهذا ما جعل هذه الأقنعة تكتسب شهرة عالمية كبيرة لدى الفنانين التشكيليين في مختلف بقاع العالم ترجمة نانسي قنقر